ضربة تل والضربة الصهاينة يقصفون ومحور الممانعة كما يسمي نفسه يضرب ولا يحرك ساكنا سوى تهديدات مألوفة ووعيد معتاد وعلى الأرض لا يبدو أن هناك رادع لطائرات الاحتلال وهي تجوب أجواء العراق وسوريا ولبنان قاصفة مواقع الميليشيات ومخازن أسلحتها وذاك بصرف النظر عنه ميدانيا فهو يفند شعار الممانعة والمقاومة وصراع المحاور ليل التاسع من أيلول شنت طائرات حربية غارات عنيفة على مواقع الميليشيات التابعة لإيران في مدينة البكمال السورية على الحدود مع العراق مصادر الميليشيات تحدثت عن طائرات مجهولة وذلك مصطلح يدل بشكل خجول على جنسية الطائرات الصهيونية التي استهدفت مواقع عسكرية وآليات ومستودعات ذخيرة للحرس الثوري الإيراني وفصائل تابعة لميليشيا الحشد ما أسفر بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل وإصابة أكثر من خمسين عنصرا من ميليشيات الأبدال والنجباء وحزب الله وحيدريون وفاطميون وزينبيون من الناحية المكانية تبرز أهمية المنطقة المستهدفة فهي نقطة لتقاء حدود النار وعقدة الطريق الأصفر الذي تشيده إيران إلى العراق ثم سوريا وصولا للبنان بعد أيام من نشر شبكة فوكس نيوز الأمريكية صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء طهران قاعدة تضم مقار عسكرية ومخازن أسلحة وثكنات تستوعب آلاف الجنود في البكمال دلالة الحدث الزمانية تأتي كحلقة جديدة تضاف لسلسلة القصف الصهيوني على مواقع الميليشيات وعلى طول الدول المنتشرة بها من ضحية بيروت الجنوبية إلى مطار الشعيرات في سوريا وصولا لقاعدة الصقر في بغداد ومعسكر بلد ما يظهر توسع نطاق النار الصهيوني وسط منطقة توشك على الاشتعال بالتحديد لا يتوقع مراقبون أن ترد الميليشيات التابعة لإيران على الهجوم وذلك تؤكده الوقائع في الاستهدافات السابقة كان الصهيوني يقصفون ونار الميليشيات تمطر مدنا عربية باسم الموت للصهيوني شعار رنان وفعل شائن سردية العداء الإيراني للصهيوني